اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مكان رائع وصلنا نجينا هنا ونجينا تغاص اوبا دا فصفال مانتكين هنا تراس وهنا يومنا نجي الماء اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله رائعة جدا من العين تريع اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله صلوا عليه وانت في اعماق الغابة في المانيا تلقى اماكن من سنة 1783 1735 ما انت بشتعرف بلي الجرمن هذو عارقين وحنا ثاني عارقين العرب على كل حال لكن احنا ما لا يقعدون اماكن شابين كما هذو الله يبارك ما شاء الله هذه التراسة اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مكان رائع صلى على رسول الله مكان جميل هذه تغاسة أمام الشلاب لأننا كنا في الشلاب ولا نجينا نصورها هذه الأماكن الرائعة شو شو لا يبارك وفي كل مكان تلقى الماء يتدفق لا يبارك ما شاء الله شو حافظين عليه من سنة 1700 لا يبارك ها لا يبارك ها امام المصر المصر مقاطع المصر 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 بيوت في السنة 1700 بيوت 1735 بيوت رائع جدا حافظنا عليهم مع مكان رائع هذا المكان تقريبا 700 متر فوق سطح البحر الله يبارك صلوا عليه بيوت في الريف الألماني من سنة 1700 وكاين بيوت تهدمت وكاين بيوت لا تهدمت مثلا كما هذا موزيوم هذا متحف لا أريد أن نرى في المتحف أريد أن أقول لكم الضيار قديمة جدا إن شاء الله يبارك ترى الناس هنا ويأتي فترة ويأتي فترة ويتغدى هذه المكان لدينا فيها 700 متر فوق سطح البحر لكي تذهب من تحتها يجب أن تتحب العروندوني من فرنسي أو المشي في وسط الجبال وتجد أغلاء الأماكن الشابين ودائما قلت لكم يجعلكم شتوه الشلال وصفر من هنا والأماكن من هنا صلى الله عليه صلى الله عليه